طبعاً أنا سعيدة أن أنا بس أضيف حضرتك وأنت الآن واحد من المشهورين جداً جداً في مجال الدراما التليفزيونية على سبيل التحديد وكان لك مسلسل ناجح جداً هو القاهرة كابل في رمضان اللي فات يعني أنا برضو عايزة أسأل على موضوع رمضان وعدد المسلسلات الكبير جداً جداً اللي بيقدم فيه رأيك إيه؟ هو ما فيه شك بيعمل تخمة في الفرجة ومحدش بيقدر يشوف الكم ده مستحيل يعني حد يقدر تفرج المسلسل الواحد بيعدي لعشرين ساعة عشرين ساعة في عشرين مسلسل مين هيتفرج على أربعمائة ساعة في شهر رمضان؟ معرفش جرى العرف معرفش إيه أصل الحكاية إيه المرجعية هي حاجة تخص مصر يعني أن يبقى تلاتين حلقة وأن يبقى شهر رمضان وأن يبقى الكم ده هل الإعلانات السبب؟ ما ظنش لأن ده مرتبط بالجودة المنتج اللي بتقدم فالفاترينا اللي بتاعة رمضان دي لازم تبقى فاترينا جميلة عشان تجيب إعلانات مش تبقى كتير أو خلاص يعني يعني فكرة أنه في شهر رمضان على سبيل التحديد نكدس عدد كبير جدا من المسلسلات هل في إنسان عنده القدرة أنه يتابعها بالكامل؟ يعني هي بتصنع كي يتتبعها الناس طب هل هزا تتبع هذه المشاهدة بتحدث؟ يعني أنا مهنتي ومتخصص وما بقدرش يتابع أكتر من ثلاث مسلسلات بالكتير يعني وبقى كده يعني تفرجت كتير قوي عشان كده كمان الرهم بيبقى على الفرجة الثانية والثالثة والربعة اللي بتبقى في وقت أهدى والناس بتتبقى ده الترند الحقيقي فيما يسمع بالحياة بس أنا عايزة إعادة تفكير عايح كراك بس أنا يعني اسمح لي أقول ده انه حسيت أنه قد يكون من الأفضل أنه يبقى عشرين حلقة أو خمستاشر حلقة رأيك إيه؟ والله اللي بيحكم عدد الحلقات أنا شايف أنه من الأول بيبقى الموضوع يعني فيه مسلسل موضوع ممكن يتحكي في ثلاث حلقات يبقى كويس جدا أو في تسعين بس محدش يغامر بأنه يبقى عارف أنه موضوع وهيتحكي في حلقات محدودة ويحكيها في حلقات كتيرة يعني لو كان الأمر بيدك كنت كتبت ثلاثين حلقة ربما كان العدد يبقى أقل أكيد وفيه مبرر لطويان الحوار ساعات في القاهرة كابل تحديدا على خلاف حتى باقي المسلسلات اللي أنا عملتها لأنه احنا كنا بنناقش أفكار صعبة جدا جدا وتم تشويها فعشان نعيدها لأصلها بكلم عن الإلحاد بكلم عن الفتمة الطائفية بكلم عن الانتحار المعاني دي عايزة كانت تبسيط قوي وكلام بالبلدي كده وشعبي مع الناس عشان توصل لأكبر عدد ممكن لكن لو المسلسل موضوع مختلف أزعم أن أنا كنت أحتاج مساحة حوار أقل بكتير